السلام عليكم وعلى سهلا بكم في فيديو جديد لو انت بتستخدم ايفون 15 او 15 بلس او ايفون 15 برو او برو ماكس وحابب انت تدخل جهازك لايفون دوت في وضع الاسترداد او وضع ريكوفر ريموت او حابب انت تعمل فرض عادة تشغيل جهازك لايفون دوت وما تعرفش انت تعمل فرض عادة تشغيل ازاي على جهاز الايفون 15 او اللي انت حابب تدخل جهازك لايفون دوت في وضع دي اف فيو علشان تعمله استعادة او تحديث ومش عارف من خلال الفيديو بتاع النهاردة هشرح لك طريقة ادخال جهازك الايفون في وضع Recover Mode او وضع الاسترداد او كمان وضع GFU او تعمل فرض عادي تشغيل لجهازك الايفون قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللي هنصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اول حاجة هنبدأ بيها واللي هي فرض عادي تشغيل الايفون 15 كل اللي عليك اللي انت حتدوس دوسها سريع على الظرار رفع السوت وبعدين دوسها سريع على الظرار خفض السوت بعد كده حتدوس على الظرار الباور هتفضل معلق سبعك كده على الظرار الباور لحد ما يزر معاك شعار قبل اول ما يزر معاك شعار قبل بالشكل دوت هتشيل سبعك من على الظرار الباور هتستنى جهاز الايفون يفتح معك من جديد وبالشكل دوت كده احنا عملنا فرض عادي تشغيل لجهاز الايفون لو انت حابب اللي انت تعمل تحديث لجهازك الايفون من خلال جهاز الكمبيوتر وحابب اللي انت تدخله فوضع الاسترداد او Recover Remote كل اللي عليك اللي انت هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي بالشكل دوت بعد كده هتدوس دوسة سريع على زرار رفع الصوت وبعدين دوسة سريع على زرار خفض الصوت بعد كده هتدوس على زرار الباور هتفضل معلق صبعك كده على زرار الباور لحد ما يظلك شعار قابل بعد ما يظلك شعار قابل بالشكل دوت هتفضل برضو معلق صبعك على زرار الباور وتكون متأكد انت موصل جهاز الايفون دوت بالكمبيوتر لحد ما يظل لك دوات شعار الكابل والكمبيوتر ومعنى كده ان جهازك الايفون ده وتدخل في وضع الاسترداد او الريكوفر ريموت وتقدر دلوقتي انت تحدث جهازك الايفون من خلال برنامج الايطونز او من خلال برنامج سيريو تولز او اي برنامج انت بتستخدمه لتحديث جهازك الايفون انما انت لو حابب انت تعمل خروج من وضع الاسترداد مثلا جهازك الايفون دخلته في وضع الاسترداد وحابب انت تكانسل عملية التحديث ديها وتحدثه في أي وقت تاني وحابب لإنتا تعمل خروج من وضع الاسترداد كل اللي عليك لإنتا حتدوص على زرار رفع الصوت دوسة وبعدين ؛زرار خفض الصوت دوسة وبعد كده على زرار الباور هتفضل دا السكده على زرار الباور ويكون جهازك delayohn مش متوصل بالجهاز الكمبيوتر لازم تتأكد من النقطة دي ان جهازك delayohn ما يكونش متوصل هتفضل دا السكده على زرار باور لحد ما يظهر لك شعار قبل اول ما يظهلك شعار قابل بالشكل دوت هتشيل سبعك من على زرار الباور وهيفتح معك جهازك الايفون ويبقى كده انت عملت خروج من وضع الاسترداد الخطوة الثالثة لو انت حابب تدخل جهازك الايفون في وضع دي اف يو علشان تعمله استعادة او تنزل جيلي بريك على جهاز الايفون دوت كل اللي عليك اللي انت هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر وبعد كده هتدوس دوسة سريع على زرار رفع الصوت وبعدين دوسة سريع على زرار خفض الصوت وبعد كده هتدوس على زرار الباور هتفضل معلقة سبعك كده على زرار الباور لحد ما الشاشة تبقى سودة بعد كده هتدوس على زرار خفض الصوت لمدة 5 ثواني وتشيل سبعك من على زرار الباور وتفضل معلقة سبعك على زرار خفض الصوت لمدة 10 ثواني وبالشكل دوت كده جهاز الايفون دخل في وضع دي اف يو وهتقدر دلوقتي اللي انت تعمل استعادة او تنزل جيلي بريك على جهازك الايفون دولة التلات تور اللي انت تقدر لانت تدخل جهازك الايفون في وضع الاسترداد او وضع دي افيو او تعمل فرد عادة تشغيل لجهازك الايفون اتمنى لانت تكون استفدت من الفيديو وعجبك وانتنساش لانت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي